في العوان الأخيرة انتشر مصطلح IOB اللي هو انترنت الأجسام وده اختصارا لعبارة انترنت of bodies ده لأن التكنولوجيا كان لها دور كبير في تطور الطبي وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية الذكية اللي بتخلي أطبقنا يرقبوا المرضى يرقبوا المعلومات الصحية لهم على مدار الساعة وكمان ال IOB ده بيقدر يوفر بيانات دقيقة كل دقيقة عن حالة كل مريض مش بس كده الحقيقة كمان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مش بس دخل في مجالات الهندسة أو في مجال الطب بالشكل التقليدي في مجرد أجهزة بترقب جسم الإنسان لا كمان ده في التدخل في العمليات الجراحية المختلفة في التشخيص في طرق العلاج في البروتوكولات العلاج اللي ممكن يستخدمها الطبيب في حالة بعض المرضى والتحكم كمان في بعض العوامل أو الأمراض الوراثية وممكن إذن إحنا نعرفها عن طريق تسلسل مسجل من خلال قاعدة بيانات طويلة جداً للمريض لكن يعني كل حاجة بيبقى لها ميزة وليها عيب دايماً السؤال اللي بيطرح نفسه هل بالتكنولوجيا هنقدر نستغن عن العنصر البشري ولا لا؟ ده أول سؤال وأول تحدي تاني حاجة سرية البيانات إزاي أنا أكون بياناتي فيها نوع من السرية محدش يطلع عليها محدش يعرف إيه اللي عندي زي ما بيقولوا كده أو إيه المشكلة اللي أنا بعالجها أو إيه الحاجة اللي ممكن تحصل لي لو إحنا هنقول إن مثلاً في عوامل وراثية ممكن نقول إن ده هيجيله ضغط هيجيله ستر هيجيله كذا أنا مش عايز أعرف أخلي حد يعرف عني حاجة وفي نفس الوقت محتاجة إن البيانات تكون متاحة علشان يقدر الطبيب يسعي خلونا نتعرف بشكل أكتر تفصيل مع مهندسين التكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنهم أكتر الناس اللي دخلوا في كل المجالات وطعاموا الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الطب وغيره من المجالات المختلفة المهندس أحمد السخاوي استشاري تكنولوجيا المعلومات بنصبح على حضرتك في بداية لفعلنا نهضة في صباح الخير صباح الخير صباح النوع على حضرك أهلا بحضرك إيه بقى استخدام التكنولوجيا في الطب إزاي اتطوعت طيب مبدئياً إحنا بنسمع حالية بمصطلحات كتير جداً حول فكرة IOP, IOT, AI بنتكلم في بعض المصطلحات اللي الناس بدأت إن هي تتردد على أزهانهم كتير جداً وعلى ما سمعهم وبالتأكيد المصطلحات دي أحياناً بتختلط على الناس عايزين بس نفصص الأول الكصص دي كلها هي إيه المفاهيم كده الأول بالضبط أولاً l-AI l-AI هو فكرة محاكاة الآلة إن هي تفكر زي العقل البشري زي الإنسان وتقدر إن هي تاخد قرار محدد صحيح يكون قرار أشفى بالصواب أو يكون قرار أصح كمان من قرارات الإنسان وبالتأكيد ده بيبقى نوع من أنواع الميزة اللي ممكن تكون مفيدة للمجتمع الدولي طيب رقم اثنين عندنا موضوع ال-IoT ال-IoT هو المفهوم الأوسع من ال-IoB طيب إيه هو؟ هو إنترنت الأشياء هو فكرة إن الآلة عندي تكون مربوطة بمجموعة آلات أو مربوطة بالإنترنت أو مربوطة بالنظام السحابي أقدر من خلاله إن أنا أعمل فعل ما أو أقدر إن أنا خلي الآلة تاخد قرار محدد أو تقدر إن هي وندي مثلا مثال التكييف بتاعي ممكن إن أنا عندي بعض مكيفات الهواء الزكاية ممكن إن أنا أستخدمها زي مكيفة الهواء زي التلاجة زي الكلام ده كله لأ خلينا بنوضع يعني هو في الـ Smart Building أو في الـ Compoundات الجديدة فيه Smart Status طبعاً بالزبط إنترنت الأشياء ده يعني أنا قبل ما أجي أو مفاتح أقول لهم شغلوا التكييف شغل المايكروويف عشان أنا حاطت فيه حاجة افتح النور افتح الجراش ده إنترنت الأسانسير كمان على فكرة بالمناسبة أوه بقى حلام برضو بيعتمد على الكصة دي حتى الأسانسير الأسانسير في أي بلدنج أو أي مبنى أو أي بورج أو أي حاجة إحنا عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول فكرة تطويع الآلة إن هي تقدر تقوم بتسك معينة أو تقدر تقوم بمهمة معينة من خلال الإنترنت أو من خلال برنامج أنا بادئ أن أبرمجه للآلة وأقدر من خلاله أن أنا أتابع سير الآلة بإيه اللي بيحصل فيها لأن إحنا في الأول في الآخر بنتعامل مع نظام برمجي إحنا بدأنا إن إحنا نقوم ببرمجته فهي باختصار إنترنت الأشياء هو فكرة تطويع الآلة من خلال الإنترنت فإن هي تقوم بتسك معينة أو تقوم بمهمة معينة طيب إنترنت الأشياء ممكن خسيره تبقى أقل إن إحنا بنتعامل مع أرواح في إنترنت الأجسام طيب الطبيب المصري بيتميز بحرفية شديدة جداً خصوصاً في العمليات الجراحية في التدخل بالأساطر بالمناظير بكل ده إزاي أقدر أوفر المهارة دي أو السانس زي ما بيقولوا الإحساس بالمريض نفسه إزاي هيتدخل قد إيه إن أنا نقله الآلة طيب ده سؤال مهم جداً بس هنرجع خطوة واحدة هو إيه أصلاً إنترنت الأجسام الناس برضو محتاجة نقربها أكتر من مفهوم ده إنترنت الأجسام هو فكرة استخدام التكنولوجيا داخل جسم الإنسان إن أنا أخذ كراءات محددة له زي ما قلنا إن عندنا الساعة اللي ممكن تاخد سمارت ووتش أو سمارت باند بتاعتك ممكن إن هي تاخد الإياسات الداخلية زي الضغط زي السكر زي الكلام ده كله أو معدلات ضربة الأقل ودي أبسط مثال طبعاً حاجات أكتر زي الأجهزة اللي بيتم زرعتها في القلب مثلاً بنتكلم هنا إن دي نقطة من النقطة مهمة جداً فكرة تطويع الآلة إن هي تقولي أنا عندي إيه مثلاً عندي ضغط قليل عندي مثلاً معدلات ضربة قلبي قليلة إذن أنا عندي مشكلة مثلاً في الضغط دم هلقيه واطي مثلاً عندي مشكلة في الأنسرين في السكر عندي يبدأ من خلال الآلة بكتدي أخد الدواء مثلاً صحيح فيه بقى جيل أحدث وده اللي احنا بنتكلم فيه وده المتعلق بسؤال حضرتك وهو فكرة الجيل الجديد جيل الثالث من إنترنت الأجسام وهو فكرة الإيرون ماسك حتى كانت كلم فيها وبدأ إن هو يطرح الشرائح اللي داخل مخ الإنسان وهي فكرة إن يبقى فيه تغزية لجسم الإنسان شريحة إلكترونية تقدر إن هي تخلي الإنسان يبقى أشبه بالربط أكتر إزاي؟ إن هي ممكن تقوم مثلاً بتخزية المخ عن طريق بعض الأفكار ممكن تقدر إن هي تديني ذاكرة أعلى تقدر إن هي تتوقع جسمها يعمليه فعلاً الكلام دا ولا لسه أبحاث؟ دا موجود دا موجود دا موجود دا موجود أو فيه ناس تعمل عليها أبحاث يعني أنا عايزة نزل تم الزراع عليها آه فيه دا خلاص لا 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 الجزء الجزء دا أنا النهاردة حريبا تقولي تغزية بعض الأفكار حاجة مرائبة يعني أنا دخل مثلاً اللغة الألمانية لدماغي كسوفتوير ولينا بتكلم ألماني هي دي لس لس بس ممكن تحصل أه طبعاً دا أنا هقولك بقى اللي أصعب بقى من كده موضوع الأحلام إن أنا كون بأحلم حلم يقدر أو تقدر الشريحة دي عن طريق المستشعرات تسجلوا تسوفوا إن هي تاخد النبضات تاخد زي ما قلنا كده المستشعرات اللي أنا بحس بيها وتقدر تترجمها كصورة تتعرض للجهاز المربوط بالشريحة بتاعتي ويقدر الناس تقدر بتعرف أنا كنت بأحلم بإيه والموضوع دا بمناسبة داخل في نقطة يعني يمكن في بعض علماء الدين كانوا بيتكلموا فكرة إن فيه ناس ممكن تحتضر وتموت عن طريق الزراعة دي طب هم وهم بيموت معيش نحاس أكسول يعني فكرة الفيلم اللي هو كان الليمبي 8 جيجا دا ممكن تحصل آه 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 وبالمناسبة فيه تطرات أكتر زي ما قلت الحرك النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها فكرة توجيه للفكر آه شريحة نفسها هي مربوطة فين؟ هي موجودة في بعض الفصوص المسؤولة عن التفكير في المخ وخلاص هي التجارب حاليا يمكن بعض العلماء كانوا بيتكلموا في النقطة دي فكرة الشريحة نفسها مكانها فين؟ مربوطة فين؟ يعني ممكن أطوع آه 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 وحطوله الشريحة دي وقول لهم اتبعوني آه آه الناس ممكن تأخذ الكلام على إنه لا يعني هو فيه كلام ده أو فيه أو فيه أو فيه وقدام كمان الثورة التكنولوجية دي لكن الوقت قريب قوي الحاجات دي بتتم التطوح سهي إحنا شفنا فكرة التوقع والتوقع بيصل لدكته لأكتر من 99% فكرة توقع بالجلطات يعني أنا مثلا وليكن عندي الضغط مثلا أولير هندي مثال للناس كلها ممكن تفهموا فكرة الضغط مثلا بتاعي دايما منخفض ضغطي منخفض معناه أن أنا ممكن أتعرض لهبوط ممكن لو أنا عندي ضغط الدم مرتفع يبقى فيه منواع الجلطات أيا كان بقى الكصة فيه فكرة التوقع بقى للكلام ده وتوقع للمريد ويبقى عندي نقطة استباقية دي بقيت موجودة في الشريح حاليا طيب النقطة التوقع دي ما هي برضو يبعت لك نتيتيكيشن يقولك خطر ممكن طبعا الكلام ده كله بيتبعت لديفاريزز وبيبعت لسيستيمز تقدر أن هي تاخد الستاتيكس دي تبدأ أن هي الاناليسز دي تبدأ أن هي تبدأ تشتغل عليها وكده فإحنا عايزين نقول إيه عايزين نقول أن التقدم الموجود حاليا تقدم مهم جدا خطر جدا معلومات الناس بقت صعبة ليه؟ فكرة أن أنا عندي حاجة ممكن تتحكم فيها طب ممكن يحصل أي هاك عليها والهاك ده ممكن فيما بعد يخلي فيه معلوماتي شارع الأسوأ من كده فكرة أن أنا زي ما قلنا كده محدش عرف محدش عرف فيكي لما زرع شريحة في قلبه وقفها بعد كده وقف موضوع الكونكتينج بالإنترنت لأنه عارف أنه ممكن يحصل عليه هاك والهاك ده ممكن يخلي الجهاز تاعة ضربات القلب ده يقف وطبعا دي كارسة الناس اللي بيتزرع لها شريحة دي بتكون عارفة ولا ممكن تخشي أه 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 طبعا عارفين بس هي المشكلة فين بقى يعني فيه ضوابط؟ أه طبعا فيه إقراط كمان بتطمدي قبل ما تعمل ده لأنه أنت عايف أنه أنت بتعامل مع مجتمع تقني فيه كل حاجة ممكنة بنتكلم عالميا موضوع الاختراكات دي موجودة في كل حتة فطبعا فكرة الضوابط اللي بتنظم دي هي أهم نقطة موجودة وهي فكرة أنه إحنا يبقى عندنا كيان كبير بينظم ده بيقدر أنه يحمي بعينات الناس لأنه موضوع الشريحة الإلكترونية دي هيبقى فيه أجيال لها كتير جدا في حاجات إحنا ممكن حتى يعني خيال علمي بالنسبة لنا حاليا ولكن فكرة بقى توجه الهوكرز من أنه هما ينتقلوا ويبعدوا بقى عن الفضاء السحابي عموما وينتقلوا لي فكرة الآي وبي من الأشياء للأكسر تحديدا بالظبط هي دي الخوف يعني هو كل حاجة طبعا بتبقى سلاحزوا حدين يعني لكن هارجع تاني للنقطة بتاعت النقطة الطبية تحديدا واستخدام التكنولوجيا في المجال الطبي هل وصلنا لمرحلة أن عمليات جراحية بالكامل هتم عن طريق آلة هي اللي بتنفزها حاليا لا بس مستقبلا هيحصل حاليا لا وهتكون بنفس الدقة حاليا العنصر البشري هقدر أن أنا أستغنى عنه مستقبلا آه بنسبة كم في المية يعني؟ أنا أنا بقوله حيك أن مستقبلا فكرة أن احنا هنوصل للمية في المية للأسف هتحصل وده مش كلامي ده كلام أبحاث موجودة وطبعا زي ما قلنا فكرة أن الآلة مغزاة بكل ما يعني تحتمل الاحتمالات أن ممكن مثلا مريد يكون عنده كذا مريد يكون عنده كذا ده هيبقى يعني مميز أكتر أو مثلا مور أدفانسد أكتر من أن البني آدم يقوم بالعملية الجراحية في الوقت اللي هو المستقبلي ولكن في الوقت الراهن مازال الإنسان البشري والطبيب هو أكتر حكمة وأقوى طب ده مستقبلا في العمليات في التشخيص وصلنا لفين وممكن نوصل لفين هل بزراعة هذه الشريحة أقدر أن أنا شخص أن عندك دلوقتي كوليسترول دونسلسية ضغط دم هيحصل لك مشكلة لو ما وقفتش مش عارف إيه يعني ويبعث لك أقول لي تعالى نقول الدنيا حاليا نوصل لفين اللي موجود دلوقتي لو حرك روحة لأي طبيب النهاردة هيقول لك أعملي تحليل أعملي إشعاعات أعملي 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 طيب مثلا فرضا إفرانين المغناطيسي ده أو الإشعاع مثلا تقع عن مخ المقطعية ما أنت بتدخل تتحطي في ديفايس يبدأ أن هو يسكان للدماغ بتاعك ده مبني على الإي أو تي والإي أو بي وابد نفس الكلام وبيديني إحصائيات وبيديني وأجهزة العنال مركزة كلها فأنا هنا من غير التكنولوجيا بقيت صفر ما عنديش تشخيص حيش توليد الشريحة بتعمل الكلام ده طبعا لا لا معقولة ما هتعمل ده بتعمل رمين وبتعمل تحليل هتقدر بتدي كل حاجة عن الجسم ما هقولك ليه هقولك ليه حاليا دلوقتي أنت مسؤول عن كل أولا العصاب الدم المعدلات الداخلية في الجسم كل حاجة ممكن تكون المعادلات خياس المعادلات أنت محتاج إيه تاني أي محتاج إيه تاني ما أنت معاك كل تفاصيل الجسم خريطة فأعتقد أن هي تقريبا ممكن نقول زرعتها بس طبعا إحنا بنأكد تاني أن حاليا فكرة اعتمادنا على أن يبقى فيه شريحة أو حاجة يظل يظل خطورة كبيرة جدا نظرا طبعا لأن لسه في تجارب بتتم على القصص دي ثانيا وده الأهم فكرة تأمين الكونيكشنز اللي بتبقى موجودة ما بين التشباية الموجودة في المخ وديفايزز المسؤولة عن استقبال الكلام بكله ده مهم جدا لأن فكرة أنه ممكن يحصل علي هاكينج ريل تايم يعني باختصار أن أنا الوقت الفعلي الكراءات بتاعت الجسم بتاعي عند حد مثلا وليكن حركة عملت هاك مثلا على الشريحة عندي خطر جدا لأنه ممكن يتم التلعب بيها ممكن يتم ضبط بعض الأوامر الخطيئة عليها قصة طبعا ربنا يعافينا منها الجزء المضيئ اللي احنا بنمرسه طبعا هو ربط البيانات وقادة البيانات وعلى فكرة أنا مع تقدمها أنا مع فكرة في المجال الطبي بالضبط لأنها تنكز نسكي جدا أنا مع تقدم التكنولوجيا لكن طبعا وفقا لي بروتكولات صحيح وأكواد معينة بتحميها ونكون في مأمن منها يظل التقدم التكنولوجيا يعني سلاح زوحدين يمكن للبشرين أنها تستفيد بي ولكن بالتأكيد لمخاطر محتاج تشريعات محتاج تأمين كل حاجة جديدة بنخاف منها ولكن فيها الحلو وفيها الوحش المهندس أحمد السخاوي استشارة تكنولوجيا المعلومات كلمنا بالتفصيل عن كل ما يحدث في العالم الطبي من تقدم ومن زراعة شرائح نورتنا بشكل حبيبا سعيد شكرا ترجمة نانسي قنقر